اعداد كبيرة من المصلين تأم مساجد وجوامع مملكة البحرين للتقرب إلى الله تعالى وخصوصا في صلاة الترويح والتهجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وفي هذا الشأن دابت إدارة الأوقاف السنية على تنظيم برنامج لنخبة من القراء لإمامة الصلوات خلال الشهر الفضيل اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل مواليك مع بدء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك شهدت جوامع ومساجد مملكة البحرين اقبالا كثيفا من المصلين لإقامة صلاة القيام وذلك بسلاسة ويسر بفضل الجهور المفذولة من تنظيم وضيافة وخدمات متعددة لتوفير أقصى سبل الراحة للمصلين وسط أجواء روحانية وإيمانية يسودها الخشوع والإطمئنان أولا نشكر أئمة المساجد وإدارة الأوقاف السنية على تخصيص هذا الوقت ووقت صلاة القيام ووقت ثمين هذا الوقت فيه تحري وإحنا ولله الحم نحرص وجود عيالنا على أداء هذه العبادة عبادة الصلاوات في هذه العشر الأخيرة اللي هي العشر الأواخر اللي تتنزل فيها الرحمات والمغفرة وفيها خير ليلة وهي ليلة القدر فالحمد لله رب العالمين كلنا حريصين على أداء هذه العبادة وتكاتف الجميع والله يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله طبعا نحن في العشر الأواخر شيء طيب والحمد لله رب العالمين نحن نشوف كل سنة على سنة نحن فيه خير ونعمة الجماعة من الشباب من الصغار من الكبار أيون فيها العشر الأواخر وهذه شيء طيب وكريم والحمد لله رب العالمين طبعا هذه الشهر خير وبركة علينا وعلى أمود محمد أجمعين وهالنيهم إن شاء الله الجميع المسلمين على هذه الطاعة الطيبة وانتمنى من رب العالمين أن يزيدنا خير ويزيدنا بركة في الجميع وفي جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي الذي يتميز كعادته بالتنظيم الرائع والوقوف على راحة المصلين في تلك الليالي المباركة احتشد آلاف المصلين لإحياء ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك في أجواء روحانية متميزة بالنسبة للتنظيم أنا هذا الثاني مراجي ما شاء الله يعني عال لعال من ناحية المواقف من ناحية الترتيب والنظافة داخل المسجد ما شاء الله شيء يفتح النفس والقراء عاد أحدثوا لحرج الشيخ أنس العمادي الشيخ صلاح أمر بيض الله وجيهم ما شاء الله قراءة نادرة ومتفردة شهر رمضان خير شهوري وأفضلها والعشر الأواخر هي أفضل ما فيه وأعظم لياليه فهي الفضل والخير ويلتمس المسلم في هذه الليالي الفضيلة ليلة القدر حتى يدركها لأنها كنز عظيم وذلك من خلال الاجتهاد بالعبادة والطاعة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالحسنات والأعمال الصالحة بين أنسام هذه الليالي المباركة من شهر رمضان الكريم هقد توافد المصلون إلى الجوامع والمساجد في مختلف محافظات المملكة أحياء لصلاة القيام محملين بدعوات تعانق السماء راجين من الله القبول والرحمة والغفر خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر achieved ترجمة نانسي قنقر